سوف نبارتج معكم إن كوموند والطلبية 18 كيلو دي الكاك الوجدي المقرمش على أصوله فهالطلبية إن شاء الله غادي نصفتها لفرنسا أخوات شافوا الفيديو على قناتي توصلوا معايا عبر الفيسبوك وإن شاء الله الطلبية توصلكم وتتدوقوا اللدة الأصيلية متاع الكاك الوجدي فبغيت نوجه لكم تحية من هذا المنبر للجالية الجزائرية والجالية المغربية القاطنة بفرنسا تحياتي لكم وغادي تشوفوا جميع التفاصيل كل ما يتعلق بالكمية الكبيرة كيفاش نخدمها في واحد الوقت واجيز لحيال الخطوات اللي غادي نتبعوها وكل شيء غادي يكون مضبوط وبمقادير يعني مضبوطة وعلى ضمانتي فأول حاجة أخواتي غادي ناخد واحد الكمية محترة منتاع النافع واحد الكمية محترة منتاع حبة حلاوة بالتساوي تقريبا غادي ننقيوها ننبسحوها هكا مزيان بواحد المنديل ونطحنوها مزيان مزيان ونغربلوها فانبعد ما نغربلوها غادي تبقى لينادق الحبيبات اللي يكونوا هكا شوية غلاض احتى هادوك غادي ندخلهم إن شاء الله في الوصفة لأن الكوموند عندي بغاو الكعك يكون فيه اللدة قوية انتاع الزرارة وهادي حيلة يعني غادي نقدروا نستفدوا منها وكذلك كمهدئ للأعصاب بالنسبة للناس اللي بغيوا يشربوا هكا حويجات طبيعيين فانا اخديت هنايا واحد يطروا نتاع الماء بمجرد ما وصل درجة الغليان زيت عليه واحد الكيميان تعدك الشي اللي يتبقى لي في الغربال وغادي ننقص النار مزيان ونخليه مدة خمس دقائق يغلي وما تنسوش تغطيه على الكاسرونة باش ما تستطيرش المنافع نتعدوك الزرارة فبمجرد ما نطفيه ومبعد خمس دقائق غادي نخليه الخالي يتحتي يبرد تماما عدم ندخلوه في الوصفة هذا اخواتي هو النافع هو اللي خضر وهذا هو حبة حلاوة وإلا تواجدت عندكم حتى زرعة البسباس ممكن تضيفوها فغادي تلدد لنا ان شاء الله الكاك فباش نوجد اخواتي واحد الكمية نتع 18 كيلو دلكاك الوجدي ره يلزمني 11 كيلو نتع دقيق وانا ما غاديش نعجنها مرة واحدة يعني غادي تحاولوا انكم يلا بغي تديروا كمية كبيرة غادي تحاولوا انكم تحجنوها على دفعات لأن اولا انا يضيب بحدي يعني غادي نخدموا ببحدي انتم إلا كان معكم العوين ره ما فيها بس تعجنوا العجنة اللولة وانبعدي ها تعاودوا للعجنة التانية وتحطوها فتلاجة ديك العجنة التانية بمجرد ما تساليوا من العجنة اللولة تجبدو العجنة التانية من التلاجة ففي ذيك الوقيتها غادي تكون يكونوا لي الدين وغادي تغييى دغيى تسر بوراسكم أما أنا غادي نعجل العجنة للأولى ومبعدي ها نبدي نخدم فيها وواحد شوية عاد نعجل العجنة الثانية المهم أخواتي هاد الكعك مميز بواحد الإضافة اللي كان ضيفها أنا على الكعك ديالي اللي هو الدقيق المحمر نتاع سلو فغادي تشوفوا معايا المهم التفاصيل هنا عندي النافع وحبة حلاوة في ذاك التبصيل مطحونين ومغربلين في التبصيل الثاني عندي جلجلان محمر ومطحون وديك القريعة الصغيرة هي روح الظهر فالكل يعرفها أكيد وهنايا هذا هو الماء من بعد ما برد تماما حاولت أنني نصفيه فهذاك اللي بقى في الصفية غادي نلوحه ولكن الماء غادي نستعمله وندخله في الوصفة وأكيد حتى الماء رهب العبار وغادي نزيد شوية من الماء تعروبيني المهم وانا نخدم في الوصفة وانا نذكر لكم المقادير هنا بالنسبة للسقر ساندة غادي نستعمله الكيسان متاع العنبة فما عمرينش بزاف كيف ما شفتوا معايا غادي نستعمل زوج كيسان للعنبة لكل كيلو من البقيق وانا هنا في هذا الوصفة غادي ندير 8 دلققوس متاع السقر ساندة وكذلك بالنسبة للزيت غادي نستعمل 10 دلققوس متاع الزيت النباتية فالزيت النباتية كذلك حاولوا انكم متعمروش الكيسان يعني كيف الكيسان متاع السقر كيف الكيسان متاع الزيت النباتية هادي الباكين باودر ولا الخمرة حمرة وهذا الملح وهادي كما قلت لكم وانا نخدم ونهضر ونعطيكم تفاصيل فهنا هي بالنسبة للدقيق اخواتي كما قلت لكم دي كاللسان متاع الدقيق المحمر انا هنا در 3 كيلو دقيق ابيض وزيت معاه كيلو متاع الدقيق المحمر وزيت معاه 8 دلققوس ما معمراش مزيان متاع سقر ساندة غادي نزيد معاه بالمعالق القبار وهذا المعالق رهم يرفضوا بالساف كتر من المعلقة العادية اللي كاينة اليوم لانا هاد المعلقة عندي قديمة وكبيرة ترفض تقريبا المعلقة ونص من المعلقة متعدابة فانا درت عشرات المعلق في اللول وهذا نزيد واحد زوج معالق اخرين يعني 12 المعلقة وهنا هاد النافع وحبت حلاوة المغربلين فانا درت عشرات المعلق في هاد الخاليط متوما إلا كنتوا غادي تعج نغي كيلو متاع الدقيق هاد يديروا زوج معالق حتى ال 3 معمرين من هاد الخاليط متاع النافع وحبت حلاوة وثلت معالق متاع جلجلان هذا هو المهم القياس متاع كيلو وغادي تصيبوك كل شي في صندوق الوصف مكتوب بالنسبة البيكن باودر فبالنسبة البيكن باودر انا هنا ستعملكي الامانة تسعة متاع الخمارات حمر ولا غادي نعطيكم مهم بالقرامات غادي تلقوهم في صندوق الوصف المهم انتوما بالنسبة ليكم إلا كنتوا بغيين تستعملوا غي كيلو متاع دقيق غادي تستعملوا في هزوج خمارات حمر ما يعادل 14 القرام متاع البيكن باودر لكن انا هنا ميندة الكمية كبيرة زد وحدة لأنها غادي تخلط يعني دايرة هنا 4 كيلو متاع دقيق غادي ندير فيهم تسعة الخمارات حمر المهم نحاول انني نخلط قاع العناصر الناشفة نخلطهم هاكا كيف ما شفتوا بيدي ومن بعدها غادي نزيد اربعات المعالق قبار انتاع العسل فهذا العسل صنع منزلي غادي ان شاء الله نخلي ليكم في صندوق الوصف الرابط نتاع الوصفة شي حاجة مضمونة بحل العسل الحرة دايرة المهم غادي تشوفوه ان شاء الله تزورو الفيديو وتشوفوه غادي تستفدو منو فانا درت اربعات المعالق يعني معلقة كبيرة لكل كيلو من البقيق غادي نحاول كذلك نستعمل روح الزهر فاروح الزهر انا استعملت هنا قريعة صغيرة الا ربع ما استعملتهاش كاملة لانه كنت ديجا خدمتها وللامانة وللنصيحة اخواتي حاولوا انكم ما تكتروش من ذاك روح الزهر لانه كل ما الكعك غادي طول معنا في انطار كل ما الريحة متاع الزهر غادي تقوى في الكعك فحاولوا تديرو غيب القياس غي قطارات في كل كيلو فهنايا كيف ما شفتوا معايا ضفت الزيت النباتية حاولت هكا نخلط بيدي كيف ما كتشوفوا معايا غيباش هكا تنساجم الدقيق مع ذاك الزيت النباتية ومبعدها غادي نضيف مباشرة الماء فالقياس نتعلما كذلك كيف ما قلت يقوم مضبوط تستعملوه بعيني يقوم بغمضين فانا مبعد ما صفيت ذاك الماء اللي كان عندي عبرته وزدت من الماء تعروبيني المهم دارت زوج كيسان ما معمرينش مزيان في كل كيلو تاعد دقيق يعني في هاد الكمية نتع 4 كيلو نتع دقيق ضفت ثمانية دلقووس ما معمراش مزيان حاولوا انكم الكيسان ما تعمروهمش مزيان دوك الكيسان تاع العنباء باش ما يجيقومش الكعكة ديالكم حلو بزاف باش ما يجيقومش يعني كيتقاطر بالزيت يعني حاولوا انكم ما تعمروهمش تلفهم وكذلك بالنسبة للماء باش ما يجيقومش جاري بزاف حاولوا انكم تديروا هاد المقادير كيفما ذكرتها لكم وان شاء الله غادي تكون النتيجة هي هاديك فبالنسبة هنيا ما كندلكش انا غي كنخلط ديك الدقيق مع داك الماء كنحاول انني نمزج قاع العناصير هلاش لان الكمية طبعا كبيرة فكنحاول انني نرفض من التحت للفوق غي نخلطهم وغادي تشوفوا معايا الحيلة كيفاش غادي ندير باش نندلك هاد العجينة بدون مجهود وبدون تعب فبمجرد ما نخلط هاد الكمية كتشوفوا القاوة من تعوف فاسمحوا لي البرتابل راه ناعس بنتي ما ما دارتش نسات ولا ما نعرف كدارت المهم القاوة متاع العجينة كتشوفوا فيها مقاسها مجارية واللون متاع العجينة كتشوفوا فيها محمرة هاي قاوزوينة فغادي نحاول انني نغطيها بواحد صاشي نخليها ترتاح واحد الخمس دقايق بما نوجد الماشينة نتاعي فضروري هاد الماشينة كتسهل علينا بزاف الخدمة هنايا في هاد الخطوة كنحاول انني ندلك العجينة هادا هو نفوتها واحد المرة في تيك الماشينة صافي راه مدلوكة معاوضة غادي نجمحها كيف ما كتشوفوا معايا ونحطها صافي باش نبدي نخدم بيها فما غاديش ندلكها بيدي وإنما نمررها واحد المرة في تيك الماشينة اللي ما نكونش دايرت لها داك الفم ديالها ودابا صافي داك لها المحقن ديالها وغادي نبدي نخدم مباشرة يعني في الحجينة بعد ما فوتها المرة اللولى وهدي هي المرة التانية بيها راه تندلك وبيها راه تخرج لي هكا مشكلة هكا دوق القطبان هكا المهم انا لعبار اخواتي باش تجيني قد الحبة قد دغتها كنحاول نعبر بيدية كنحاول نفرق هكا اصبع يدي ونعبر على حساب يدي فكان جيني قد الحبة قد دغتها كنت بارتاجيت معاكم سابقا الفيديو راه في قناتي التهوى شوية كام طويل على هادا المهم تكرت لكم فيه جميع التفاصيل اللي بغيتو تزوروه غادي نخلي ليكم كذلك رابط الوصفة في صندوق الوصف كنحاول انني غيها كان نحلو شوية داك الحربال غيها كا باش نقدوه وغادي نجمعوه ندير واحد الحفرة في الوسطن ولي نجمعوها ونحطوهم مباشرة في واحد دلاطة اللي كتكون مغلفة بالبابيسي الفريزي فانا دايمن كان ندير البابيسي الفريزي علاش البشي منضلش نغسل الصناوات لانا اللي قوموند كيكونوا عندي ديما ديما انتوما بنسبالي كوميلا ما كانش عندكم تقدروا تدهنو الصني وتحطوهم صافي هادشي ما كان فانبعد ما كملت ديك الكيميا كل شي مسدف كل شي حاولوا انكم ما تضيعوش تل بلاس هكا في الصني فانبعد مسالية كل شي الكيميا كتشوفوا صواني حالتهم حالة لاناني خدمت بزف 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 بهم راه عندهم هادوك را عندهم عشرات سنين فكتشوفوا معايا اهنا بعد ما شكلت اراني جيت حقا هنا بش نوريكم العجينة اللي يتبقات لي فكتشوفوا هنا تلقات لي شوية الزيت ولكن را ما شيش حاجة كثيرة يعني غيمي نروبوزات بزاف لانها كما تلقم يدي ببوحدي فانا هنا يعني يعني يقرب نسالي راه الكيميا ما بقاتش بزاف قدي نحاول انني ندخل ديك الزيت فوس العجينة يعني ما غاديش ما غادي ترى لي هاتش حاجة وورا هادي هي الوصفة نتع الكعك كما قلت لكم داك الشي علاش ما بغيتش نعجن انا 11 كيلو مرة واحدة قدي نعجن بشوية حتى نسالي الكيميا اللي عندي فاعجنت في المرة اللولى 4 كيلو المرة الثانية 4 كيلو المرة الثالثة 3 كيلو هي هاديك 11 كيلو تخرج لينا 18 كيلو انتع الكعك الجاهز فهنايا بمجرد ما خلط كتشوفو هاي الزيت مين بقالي عودغية واحد شوية نتع العجينة سافي غادي نحاول غا نخلطها تما يعني ما تخلعو ما ولو انا كنعطيها بالنصائح حتى اللي اول مرة غادي تستعمل اما اللي ديجا عندها خبرة في الكعك وذك شي هاتش را عندها نفهم اما اللي اول مرة غادي تخدم مثلا بكمية كبيرة ولا تخدم هكال المحلات تبغي تبغي تعاون راسها من قلب دارها فكا نعطيكم هاد النصائح يعني انا هاكا شكلي داير نبغي نعطي جميع التفاصيل باش من مهم باش نرضي ضاميري سافي غادي نزيد نواصل على هاد على هاد الشكل حتى نشكل قاع الكيمية اللي عندي ندور هاكا بدون ما نرشمها باللموس لانه انا عندي واحد المرشم خاص كنت سبقت وبرتاجيت معاكم في الفيديو السابق خدمتو يعني جاني هاكا غايف راسي خدمتو مشيت عندك القزادري وقلت له هاو شنو تخدم لي هاو شنو تخدم لي وبقيت معاه تماح تخدم لي بحال هاد المرشم كتشوفو فيه لا بغيتو تديرو له سكرين وتديروه للقزادري راه غادي يدير لكم بحال وهذا بنسبة للناس اللي كي يخدمو الكاك المحلات باش تسهلوا على راسكم الخدمة بدون ما تضلو هاكا تشرطوا بالموس حاولوا انكم غي هاد المرشم غادي يقضي لكم الغراض فكتشوفو الطريقة انا في اللول حطيت كاك نتاعي كله هاكا غيم حربا ومبعديها بقيت نفوت ليهم في الصني والفران راه في نفس الوقت راه كاي يسخن وبقيت كان نحط عليه المرشم ونضور هاكو هاك باش نرشم مزيان ديك تفليحة متاع المرشم تظهر مزيان هاكا في الحبة تاع الكاك اكيد اكيد راه الفيديو موضح المهم غادي نستمر عليها الطريقة حتى انهي قاع الكيميا اللي عندي وملي ندخل صني اللي ولي طيب انا نكون نعجن في العجينة الثانية لانه راه عندي كل شي واجد لدوك الزرارة عندي مطحونين ساني دارها عندي معبورة قدامي باش ما ننطيعش نهائيا الوقت انا ننطيب وفي نفس الوقت راني كان نعجن هنا يا جبت ثلاثة الحبات متاع البيض غادي نضربهم مزيان مزيان فاخواتي هادي كانت استيوس اللي عجبت بززاف البنات من الصديقات ديالي اللي ردوا لي ولي تكلموا معايا في الخاص المهم شي حاجة سهلة مهلة للدهين غادي تحاولوا تضربوا البيض مزيان مزيان وتحاولوا تغطسوا في هيدكم وتدهنوا الكاك مرة وحدة يعني ما غاديش نبقى ومددهنوا فيه بالبانسو وحدة بوحدة فهكا غادي نقتصدوا في الوقت وغادي صني واحد ندهنوه فرمشتين بمجرد من دوزوا يدينا كامل الى ذاك الكاك غادي نحاولونا اخدو شوية جلجلان اللي هو منقي بلا ما تحمروه لانه غادي يدخل مازال الفران وغادي يتحمر بوحدو نحاول انني ندردرو ولا نرشو على الوجه نتع الكاك فيعطيه واحدة الجمالية هكا زوينة فكيف ما شفتوا معيارها كل شي موضح بغيتو ما ترشموش الكاك نتاعكم خليوها بالارشيم لكن ان شاء الله في هاد الاسبوع غادي نحط لكم وصفا تعي الكاك الوجدي لي كيكون مرمي هاداك هو اللي ما نرشموه لكن الكاك الوجدي المقرمش ضروري اننا نرشموه باش يجي عطيناها كواحدة الجمالية المهم اخواتي نتمنى ان الفيديوين الاعجابكم وبالنسبة اخواتي القياب فالفران خصو يكون سخون والنار تكون شوية من الجهدة من اللي تهبطه تحت عدم قصوليه النار باش يطيب لون واحد فما تنساوش اللي عجبكم الفيديو لايك اشتراك للقناة بالنسبة لي اول مرة تشوف قناتي وتفعيل جرس ليصلكم كل جديد والبرتاج مع الاهل والاقارب لتعم الفائدة كذلك اللي دعمنا فشكرا جزيلا لكم هذه هي خليتكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله